أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني الفصل الثامن من الكتاب بعنوان التنظيم والتكاثر الجزء الأول من درس جهازة الغدد الصمى والتكاثر مشاهدة ممتعة مليئة بالفائدة بإذن الله نستعرض معكم أعزائي الطلاب والطالبات أهداف الدرس وهي كالتالي أولا تعرف عمل الهرمونات في جسم الإنسان ثانيا التعرف على الغدد الصمى في جسم الإنسان ووظائفها وتأثير هرمونات كل منها وأخيرا وصف كيفية عمل نظام التغذية الراجعة السلبي لنتعرف معا أعزائي الطلاب والطالبات على جهاز الغدد الصمى ووظائفه تأملوا معي الحوار الذي دار بين الأستاذ وطلابه حول ما هي الغدد الصمى سأل الأستاذ طلابه ماذا تعرفون يا أبنائي عن الغدد الصمى أجاب أحد الطلاب إنها أنسجة متخصصة تفرز مواد كيميائية في الدم تسمى الهرمونات إذن الهرمونات هي عبارة عن مواد كيميائية تفرزها أنسجة متخصصة وتعمل هذه الهرمونات على تقليل أو زيادة سرعة عمليات خلوية محددة برأيكم أعزائي الطلاب والطالبات ما هي هذه العمليات الخلوية التي تقوم هذه الهرمونات بتقليل أو زيادة سرعتها هل تعرفون الإجابة؟ هي جميع الآليات التي يتم تنفيذها داخل الخلية وتهدف إلى ضمان استقرار الكائن الحي فمنها عمليات البناء وعمليات الهدم في الخلايا ووظائف الجنسية أيضا أجاب طالب آخر أن الغدد الصماء غدد لا قنوية حيث لا يوجد لها قنوات كالغدة النخامية أعزائي الطلاب ربما تعرفون أن لدينا في أجسامنا عدد كبير من الغدد وظيفتها إنتاج أو إفراز مواد نافعة وكثير من هذه الغدد تفرز إنتاجها من خلال قناة وتسمى الغدد القنوية مثال عليها الغدد اللعابية أما الغدد الصماء تفرز إنتاجها مباشرة في الدم فهي غدد لا قنوية إذن الغدد الصماء غدد لا قنوية الغدد النخامية هي رئيسة الغدد الصماء والتي تسيطر على معظم النشاطات الحيوية في الجسم وسوف نستعرضها لاحقا بإذن الله ذكرنا أيضا أن الغدد الصماء تفرز هرموناتها الخاصة مباشرة في الدم لأنها غدد لا قنوية الذي يعمل بدوره على نقلها إلى النسيج الهدف الذي يوجد عادة في أجزاء أخرى من الجسم وظائف جهاز الغدد الصماء تعرفنا منذ قليل على ما هي الغدد الصماء فلنتعرف الآن معا على وظائف هذه الغدد الصماء ولتوضيح دور هذه الغدد تأمل معي هذا المثال التالي تخيل نفسك تمشي في مدينة ألعاب وقررت دخول غرفة الأشباح المظلمة وأخذ قلبك يدق وفجأة قفز وحش أمامك لا بد أنك ستخاف وتقفز إلى الوراء لقد استعد جسمك للدفاع عن نفسه بالابتعاد والقفز إلى الوراء وهذه إحدى وظائف أجهزة التحكم في الجسم تأمل معي عزيز الطالب الشكل الذي أمامك يمثل استجابة الجسم للمواد الكيميائية التي أنتجتها الغدد الصماء وهي الهرمونات عند تعرضك إلى حالة الخوف في المثال السابق الرجوع للوراء هي رد الفعل المنعكس زيادة ضربات القلب انتصاب شعر الجسم كلها استجابات نتيجة مواد كيميائية أنتجتها الغدد الصماء في جسمك فالغدد الصماء تقوم بوظائف عديدة في الجسم مثال عليها تنظيم البيئة الداخلية أيضا التكيف مع حالات الضغط النفسي كذلك تشجيع النمو والتطور وأيضا تنسيق عمل جهازي الدوران والهضم سوف نستعرض أنواع الغدد الصماء التي تقوم بهذه الوظائف بشيء من التفصيل في الشرائح القادمة ما زلنا أعزائي الطلاب والطالبات في وظائف جهاز الغدد الصماء سوف نبحث معا عن علاقة جهاز الغدد الصماء بالجهاز العصبي نتعرف الآن على عمل الغدد الصماء مع الجهاز العصبي في الجسم يعد جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي جهازي التحكم في الجسم إذن أجهزة التحكم في الجسم هما جهازي الغدد الصماء والجهاز العصبي يفرز جهاز الغدد الصماء مواد كيميائية عبر الدم ذكرنا سابقا أن الغدد الصماء غدد لا قنوية تفرز إنتاجها من المواد الكيميائية مباشرة عبر الدم تؤثر في أنسجة محددة تسمى الأنسج الهدف فتستجيب الخلايا التي تحمل مستقبلات كيميائية للهرمونات المفرزة وتغير نشاطها على سبيل المثال إفراز هرمون الإنسولين لتنظيم مستوى السكر في الدم أما الجهاز العصبي فيرسل سيالات عصبية سريعة من الدماغ وإليه تنقل خلال جميع أنحاء الجسم أو من أعضاء الجسم إلى الحبل الشوكي في حالة رد الفعل المنعكس لكن استجابة الجسم للمواد الكيميائية أي الهرمونات لا تكون سريعة كما هو الحال في السيالات العصبية وبمقارنة بسيطة بين الهرمونات والسيالات العصبية التي تسمى أيضا بالنواقل العصبية كليهما ينظمان أنشطة الجسم أما الهرمونات تعتبر جزء من جهاز الغدد الصماء وتؤثر لفترة زمنية طويلة وتعمل بصورة بطيئة بينما السيالات العصبية هي جزء من الجهاز العصبي تعمل بصورة أسرع من الهرمونات ولكن لفترة زمنية قصيرة سنستعرض معكم الآن أحد أمثلة وظائف الغدد الصماء وآلية العمل في جسم الإنسان وهو نظام التغذية الراجعة السلبي يتم التحكم بوساطته في العديد من الظروف الداخلية للجسم مثالا عليها مستوى الهرمونات ومستوى السكر في الدم ودرجة حرارة الجسم إذن نظام التغذية الراجعة السلبي هو نظام يعمل على توازن مستوى الهرمونات ومستوى السكر في الدم ودرجة حرارة الجسم يوضح الشكل أدناه عملية تنظيم مستوى الجيلوكوز السكر في الدم يبدأ المخطط عندما تؤكل الوجبات وخلال الجهاز الهضمي تمتص الأمعاء الجيلوكوز خلال عملية الهضم فيزداد مستوى السكر في الدم نتيجة عملية الهضم يستجيب البنكرياس لارتفاع مستوى السكر في الدم فينتج هرمون الانسولين يصب الانسولين في مجرى الدم فيسبب انتقال الجيلوكوز إلى الكبد والأنسجة الأخرى يقل مستوى الجيلوكوز في الدم إلى مستواه الطبيعي فيعود الاتزان الطبيعي وهذا مثال على نظام التغذية الراجعة السلبي في أجسامنا لنتعرف أعزائي الطلاب والطالبات على أنواع الغدد الصماء في أجسامنا ووظائف كل منها بالتأمل أعزائي في الصورة التي أمامكم ما نوع الغدد الصماء وما هي وظائفها؟ بالنظر في أعلى الصورة الدماء هنا ما هي الغدد الصماء وما هي وظائفها؟ تأمل شكل الدماغ الذي أمامك لدينا نوعين من الغدد الصماء هي الغدد النخامية والغدد الصنوبرية بالنسبة إلى الغدد النخامية تعد أهم الغدد الصماء في جسم الإنسان لماذا؟ لسيطرتها على معظم النشاطات الحيوية في الجسم ومنها نشاطات الغدد الصماء الأخرى بالتأمل في الشكل هنا هي بحجم حبة البازلاء وتتصل بمنطقة تحت المهاد هنا تنتج هرمونات تؤثر في عدد كبير من أنشطة الجسم بدءا من النمو حتى التكاثر إذن الغدد النخامية هي الغدد الرئيسة المسؤولة في جسم الإنسان أما النوع الثاني في الدماغ هي الغدد الصنوبرية تأمل الشكل جيدا تشبه مخروط الصنوبر الصغير وتقع داخل الدماغ تنتج هرمون ميلاتونين الذي يعمل عمل الساعة البيولوجية لتنظيم نمط النوم والاستيقاظ لدى الإنسان الخصيتان هما أيضا من الغدد الصماء وهما أضواء التكاثر في الذكور تنتج الخصيتان هرمون التستوستيرون الذي يتحكم في الصفات الجنسية كما يؤدي دورا مهما في إنتاج الحيوانات المنوية أيضا يوجد نوع آخر من الغدد الصماء وهي الغدد الزعترية هنا توجد في الجزء العلوي من الصدر خلف عظمة القص إذن هذه الغدد الزعترية تحفز الهرمونات التي تنتج هذه الغدد عملية تصنيع خلايا محددة تقاوم الالتهاب ما زلنا أعزائي الطلاب والطالبات مع أنواع الغدد الصماء في أجسامنا ووظائف كل منها تأملوا مجددا الصورة التي أمامكم التي تمثل صورة إنسان أنثى ما نوع الغدد الصماء وما هي وظائفها تأملوا جيدا الشكل الذي أمامكم هل تستطيعون التمييز بين الغدد الصماء الأخرى الموجودة على الصورة؟ الغدد الصماء الأخرى هي الغدد الدرقية هنا تقع تحت البلعوم وهي غنية بالأوعية الدموية وتنتج هرمونات تنظم معدل عمليات الأيض وتتحكم في ترسب أيونات الكاليسيوم في العظام وتعزز النمو الطبيعي للجهاز العصبي إذن بالتأمل في الشكل الذي أمامكم هذا هو شكل الغدد الدرقية تحت البلعوم تنظم معدل عمليات الأيض تتحكم في ترسب أيونات الكاليسيوم في العظام وتعزز النمو الطبيعي للجهاز العصبي الغدد الصماء الأخرى هي الغدة الكذرية هنا وأيضا هنا توجد غدة واحدة فوق كل كلية وتنتج عددا من الهرمونات تأمل الشكل جيدا هنا تأمل الشكل هنا هذه هي الغدة الكذرية توجد غدة واحدة فوق كل كلية يؤدي بعضها دورا مهما في تكيف الجسم مع الحالات الطارئة وبعضها يحافظ على مستوى السكر في الدم الغدد الصماء الأخرى هي الغدد جارات الدرقية هنا تأمل الشكل جيدا تتصل بالغدة الدرقية من الجهة الخلفية وعددها أربع غدد تأمل الشكل جيدا تأمل الشكل جيدا تنظم مستوى أيونات الكاليسيوم في الجسم فالكاليسيوم ضروري لنمو العظام والمحافظة عليها تعد هذه الغدة ضرورية لانقباض العضلات ونقل السيالات العصبية أيضا توجد لدينا غدة البنكرياس تأمل الشكل أين موقعها بالنسبة لجسم الإنسان تنتشر داخل البنكرياس مئات الأنسج الصماء وتسمى جزر لانجر هانز تنتج الخلايا المكونة لهذه الجزر هرمونات تؤدي إلى تنظيم مستوى السكر في الدم المبايض هنا هي أيضا من الغدد الصماء توجد داخل التجويف الحوضي تنتج الهرمونات الجنسية الأنثوية كالإستروجين والبروجسترون وتنظم هذه الهرمونات الدورة التكاثرية وهي كذلك مسؤولة عن الصفات الجنسية الأنثوية فإذن المبايض تنتج هرمونات الجنسية الأنثوية كالإستروجين والبروجسترون وتنظم هذه الهرمونات الدورة التكاثرية وهي مسؤولة عن الصفات الجنسية الأنثوية إذن الغدة الدرقية خلفها الغدة جارات الدرقية فوق كل كلية غدة كذرية غدة البنكرياس والمبايض هي أنواع إلى جهاز الغدد الصماء التكاثر وجهاز الغدد الصماء ما دور الغدد الصماء في عملية التكاثر لدى الإنسان؟ التكاثر عملية مستمرة تحافظ على بقاء الحياة على الأرض واستمرارها يعمل جهاز الغدد الصماء على إنتاج الهرمونات التي تؤدي دورا مهما في تنظيم عمل الجهاز التناسلي كما في الشكل المجاور تأملوا معي أعزائي الطلاب والطالبات الشكل الذي يوضح دور الغدد الصماء في عملية التكاثر لدى الإنسان ذكرنا أن الغدد النخامية الموجودة في الدماغ هي المسؤولة عن جميع النشاطات الحيوية في جسم الإنسان بدءا من النمو وانتهاءا بالتكاثر تعمل هرمونات الغدد النخامية على إنتاج الهرمونات الجنسية الذكرية التستستيرون وتعمل أيضا على إنتاج الهرمونات الجنسية الأنثوية لبروجسترون والإستروجين والتي لها دورها المهم في تطور الصفات الجنسية منها نمو الثدي في الإناث ونمو شعر الوجه عند الذكور تعمل الهرمونات الجنسية الذكرية على تنبيه الخصيتين وإنتاج الحيوانات المنوية كما تعمل الهرمونات الجنسية الأنثوية بتحفيز المبيضين على إنتاج البويضات والتي تنقل بدورها المادة الوراثية من جيل إلى جيل آخر أعزائي الطلاب والطالبات فلنختبر أنفسنا في المعلومات التي تعلمناها الآن السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة في كل من العبارات التالية العبارة الأولى أي من المواد الكيميائية التالية لها دور في تقليل أو زيادة سرعة العمليات الخلوية بالطبع إنها الهرمونات العبارة الثانية أي من الهرمونات التالية تعتبر مسؤولة عن الصفات الجنسية الأنثوية بالتأكيد السؤال الثاني أذكر وظائف جهاز الغدد الصماء هل تتذكرها عزيزي الطالب أولا تنظيم البيئة الداخلية ثانيا التكيف مع حالات الضغط النفسي ثالثا تشجيع النمو والتطور وكذلك تنسيق عمل جهاز الدوران والهضم السؤال الثالث ضع رقم المفردات في الجدوى الألف أمام العبارة المناسبة لها في الجدوى الباء لديك عبارات وصفية اختر المفردات التي تناسب كل عبارة وصفية تقع داخل الدماغ وتنتج هرمون ميلاتونين الذي يعمل لتنظيم نمط النوم أي غدة من الغدد الصماء التي تنتج هرمون ميلاتونين نعم إنها الغدد الصنوبرية عددها أربع غدد ولها دور في تنظيم مستوى أيونات الكاليسيون في الجسم ما هي الغدد الصماء التي عددها أربع؟ نعم إنها الغدد جارات الدرقية تنتج هرمون التستستيرون الذي له دور في إنتاج الحيوانات المنوية بالطبع إنها الخصيتان تقع تحت البلعوم وتنتج هرمونات تنظم معدل عمليات الأيض إنها بالتأكيد الغدد الدرقية لها سيطرة على معظم النشاطات الحيوية بالجسم وتتصل بمنطقة تحت المهاد بالتأكيد إنها الغدد النخامية تنتج الهرمونات الجنسية الأنثوية كالإستروجين الذي ينظم الدورة التكاثرية ما هي؟ إنها المبايض إنها المبايض رقم خمسة تحتوي على جزر لانجرهانز وتعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم إنها البنكرياس وأخيرا توجد فوق كل كلية لها دور في تكيف الجسم مع الحالات الطارئة وبالتأكيد إنها الغدد الكذرية الغدد الكذرية السؤال الرابع أجب عن الأسئلة التالية أولا ما اسم النظام الذي يتحكم في الظروف الداخلية للجسم مثل تنظيم مستوى السكر تأمل السؤال جيدا بالطبع إنه نظام التغذية الراجعة السلبي السؤال التالي أكمل المخطط التالي الذي يوضح عمل جهاز الغدد الصماء في تنظيم عمل الجهاز التناسلي هل تتذكر عزيزي الطالب هذا المخطط؟ نعم ذكرنا أن الغدد النخامية تعمل على إنتاج الهرمونات الجنسية الزكرية كما أنها تنتج أيضا الهرمونات الجنسية الأنثوية وأن هذه الهرمونات الجنسية الزكرية تحفز الخصيتين على إنتاج الحيوانات المنوية كذلك الهرمونات الجنسية الأنثوية تحفز المبيضين على إنتاج البويضات إلى هنا وصلنا إلى نهاية الدرس دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته